ما أن يحدث تعرض جوي للأجواء حتى تبرز الحاجة لمنظومة دفاع جوي متطورة القيادة العسكرية للبلاد اتخذت قرارا بتجهيز سلاح الدفاع الجوي برادارات متطورة لديها الفاعلية على معالجة الأهداف ذات الارتفاعات العالية للطائرات إلا أن الأمر بحاجة إلى أموال طائلة تنفق على طبيعة التسليح ومن مناشئة رصينة حصول على رادارات بالحصول على أسلحة أرض جو متطورة جدا بالحصول على تجهيزات فنية أجهزة فنية ومعدات فنية تستطيع أن تميز وتحدد وتشخص الدخول وخروج وحركة الطائرات وكل الأجسام التي تدخل الفضائية التي تدخل إلى العراق منتسبية الدفاع الجوي يمتلكون عدة مدارس منها الفرنسية منها الروسي منها الأمريكي منها البريطاني وكان حتى الإيطالي ولكن اختلاف هذه المدارس لا يشكل إعاقة بالنسبة إلى الجهد الفني واستيعاب المعلومات الفنية والهندسية الخاصة بتلك الأسلحات المنظومة الجديدة التي وصفت بالمتطورة يمكنها التصدي وتدمير أي هدف يحاول اختراق الأجواء العراقية كما أن الأمر يتطلب تدريب الطواقم العسكرية الفنية بشكل مهني إذ يؤكد المتخصصون أن العراق سعى خلال الأعوام المنصرمة لشراء منظومات مضادة للصواريخ وأجهزة رصد مبكر إلا أن الأمر بقي بحاجة إلى إرادة حقيقية تمضي بالتسليح حاولت روسيا أن تعرض خدماتها بتقديم منظومة الدفاع الجوية S300 بل حتى وصلت إلى S400 لكن كانت هناك ضغوطات سياسية في عملية مداد العراق بمنظومات تحفظ سيادية العراق الجوية وبهذا نرى بأن هناك منظومات أخرى أقل إمكانية من S300 لكنهم متطورة جدا سبقا بزيارة سيد رئيس الوزراء إلى فرنسا كانت هناك عملية إيحاء بأن يكون هناك تطور لمنظومة أولا دفاع الجو العراقية وطائرات القوة الجوية العراقية بترسانة وصفت بالمتكاملة بغداد تمضي بتطوير قدراتها في الدفاعات الجوية ومن مختلف المناشئ العالمية إلا أن المشكلة تكمن في معالجة الأهداف المرتفعة أما الأهداف المتوسطة والواطئة فإنها في مجال الكشف الراداري من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية